السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بقدم لكم درس جديد في برنامج Affinity Photo نفتح البرنامج ونختار مقاس جديد القياسات تكون العرض 1600 والطول 2000 نأكد القياس ونفتح البرنامج جبل كل شي حاب أعلمكم أن برامج Affinity ما تتعمل كتابة باللغة العربية لكن تقدرون تستعينون برنامج ثاني هذه مساحة العمل نختار شكل مربع علشان ناخذ القياس عدل أفعل المغناطيس علشان نستطيع ياخذ كافة مساحة العمل بعدها نختار اللون اللي حناني به طبعا هذا أنا مجهزته من قبل علشان اللون ناخذ أداة السحب اللون نشار نختار اللون المناسب للتصميم نفسح المربع خلاص ما نحتاجه نروح لها بطبقات ونقفلها بدين نضيف طبقة جديدة نختار الفرش أنا الفرش بنزلتها من تيلجرام أنا استخدمت حتى تصميم هذا ثلاث فرش راح أحطها لكم شوي طبعا راح نختار بالبداية لون الفرشة لون الأسود هذي اخترتها راح نغير المود ونختار هذا المود عشان نندمج معاه نهدل الفرشة على حسب ذوقكم نقفل الطبقة نختار طبقة جديدة طبعا إذا ما في خيار القفل تختارون من هذا المكان وتفتحون القفل نختار طبقة جديدة ونختار فرشة ثانية بس نغير اللون يكون اللون أبيض نغير الفرشة أنا اخترت هذي انتوا على حسب ذوقكم هذي قائمة اللي يمين ثلاث الفرشة المستخدمة تقدرون تنزلونها من جوجل أو أي مكان خلصنا من هذي الطبقة نختار طبقة ثانية وبعدين نغير الفرشة نختار الفرشة هذي انعكاس الضوء تقدرون بعد تنزلونها هالمرة نختار لون الأبيض علشان يبين مهانا الضوء نسوي لها تكرار الطبقة نقفل الطبقة وبعدين نختار هذي الانحكاس من قائمة هذي اللي فوق نختار دبلوكيت تكرار الطبقة عشان تكون طبقة وحدة ندمج الطبقتين مع بعض ونختار أو الخيار نقفل الطبقة الآن خلصنا من الخلفية جاهزة خلصنا من التصميم الحين باقي العبارة تقدرون تستخدمون أي برنامج عندكم أنا استخدمت برنامج جرافك عندي هذه العبارة نحولها إلى فكتور واستخدمت هذا الخط تحول الخط إلى فكتور خلص نحن نطلع ونحفظ التصميم وبعدها نختار مشاركة لبرنامج ثاني ونختار سيغة SVG نختار Affinity Photo فالحين حدد النص وننسخه نرجع للتصميم اللي سوينا ونسوينا لسك نفتح الطبقات ونرتب النص طبعا كل عبارة أنا حطها بغروب عشان تترتب معايا الطبقات الآن نسوي غروب صرحت الحين الفيديو عشان ترتب يا بيلا وقت أحب كل كلمتين بغروب عشان يستحل لي ترتب النص حلص الحين هذي العبارة جاسة حلص الحين نضيف حركة لتزين النص اخترت الشكل المربع ونختار اللون أضغط حشاشة ثلاثة صابع وتكرر معاي بدلا ما أختار نسخه لسب حين عندي قلب جاهز ها برسمة جدامكم بأدات البنتول هذي أدات سهلة تقدرون تتعلمونها ما في شي صعب حاولوا أنكم تدربون على كل أداة أنتم حاسين أنها صعبة وعندي هذا الشكل بعد نحن نرسمها بس أنا صرحت علشان الوقت أي شكل يعجبكم تقدرون تسووا لمحاكة وتستخدمون أداة البنتول جهزنا هذي رحين نبدأ بالورقة الثانية حلصنا من الورقة الثانية نكررها نشيل التعب بآل لون ونختار الخيار ستروك الحدود الحين صار جاهز ونجمرهم بقروب حلصنا ترتيب النص الحين نضيف الظل من قائمة FX نختار shadow نسوي نسخ للتأثير ونلصق على هذا الشكل اللي سوينا حلصنا من التصميم باقي التوقيع تكون هذه النهاية أنا شفت تصميم يحتاج أن أضيف ظل للنص وهذه النهاية خلصنا الحين نحفظة بسيعة BNG وهذا كان شرحنا وإن شاء الله يعجبكم لا تنسونوا من الدعاء لحظة لحظة حطوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة